موسيقى وفاة الشيخ العلامة عبد المجيد بن عزيز الزنداني عن عمر نهز 82 عاماً في مدينة إسطنبول بتركيا موسيقى اعتراف حثي بمقتل الكثير من الملتحقين بالمراكز الصيفية بعد التغرير بهم والعليم يتهم الميليشيا بالمماطلة في تسهيل دفع المرتبات موسيقى استشهادوا ويصابة 158 فلسطينياً في ست مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة موسيقى نشرة التاسعة من قناة من شباب أهلاً بكم معكم شيمة أمين وعمر الروحاني أهلاً بكم توفي الشيخ العلامة عبد المجيد بن عزيز الزنداني اليوم الاثنين في مدينة إسطنبول بتركيا عن عمر نهز 82 عاماً أسرة الشيخ الزنداني قالت في بيان إن الشيخ العلامة عبد المجيد بن عزيز الزنداني وفته المنية اليوم الاثنين معبرة عن حزنها وأساها ورضاها بقضاء الله وقدره ويعد الشيخ الراحل عبد المجيد الزنداني من أبرز الشخصيات الدينية في اليمن والعالمين العربي والإسلام توفي الشيخ عبد المجيد الزنداني بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح والحضور والتأثير في مجال العمل الوطني والدعوي التقرير التالي يستعرض جزءاً من مسيرته توفي الشيخ عبد المجيد في أحد مشافي تركيا عن عمر نهز 82 عاماً بعد حياة ملأ فيها الدنيا باسمه وعلمه وفاته كانت بعد إصابته بجلدة قلبية أدخلته العناية المركزة حتى وافته المانية الاثنين يعتبر الشيخ الزنداني أحد المشائخ والدعاة البارزين في العالم الإسلامي ولعب أدوار دعوية وسياسية ونضالية عديدة خلال السنوات والعقود الماضية منها عضويته لمجلس الرئاسة ولد الشيخ عبد المجيد في العام 1942 للميلاد في قرية الظهبي بمديرية الشعر بمحافظة إب وتلقى التعليم الأولي في الكتاب إبان الحكم الإمامي في اليمن ثم في عدن وأكمل الدراسة النظامية فيها لينتقل بعدها للدراسة الجامعية في جمهورية مصر العربية بعدها تولى إدارة معهد النور العلمي في حي الشيخ عثمان وتولى إدارة الشؤون العلمية في وزارة التربية والتعليم بعد انخراطه بثورة السادس والعشرين من سبتمبر ضد الإمامة ساهم بالتدريس لعدد من البواد العلمية في مدارس الجمهورية كمادة الأحياء ثم عين رئيسا لمكتب التوجيه والإرشاد منذ إنشائه عام 1975 للميلاد وخلال عمله هذا عمل على إحداث تفاعلات فكرية واسعة عبر استقدام عدد من كبار المفكرين العرب والمسلمين إلى اليمن عين في وزارة المعارف التربية والتعليم وبدأت حياته بالتصنيف والتدريس فألف كتاب التوحيد مع مجموعة من العلماء كمنهجا في المدارس الأعدادية والثانوية أسس لاحقا جامعة الإيمان كما أسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة سياسيا عمل رئيسا لمجلس الشورى التابع لحزب الإصلاح وأحد كبار مؤسسي الحزب نعت وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ والعالم الكبير عبد المجيد بن عزيزة زنداني أحد أبرز العلماء والدعاة في اليمن والعالم الإسلامي والذي وفاه الأجل اليوم والإثنين بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي وقالت وزارة الأوقاف في بيان النعي أن الفقيد الكبير ترك أثرا محمودا في أجيال متعاقبة وأضفت الوزارة أن الفقيد كانت له بصماته المشهودة أسس وترأس وشارك في العديد من المناشط الدعوية والمؤسسات العلمية والهيئات العلمية على مستوى اليمن والعالم العربي والإسلامي كما شارك في العديد من المحطات السياسية في اليمن كما نعى الاتحاد العالمي المسلمين الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي وفته للمانية اليوم في مدينة إسطنبول بتركيا وبعث الاتحاد في بان النعية تعزية للشعب اليمني والأمة الإسلامية في وفاة الشيخ العلم عبد المجيد بن عزيز الزنداني أضو الاتحاد ومؤسس جامعة الإيمان باليمن والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة من جهته نعى حزب تجمع اليمني للإصلاح وفتى الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني أضو الهيئة العليا للحزب ورئيس مجلس شوراه سابقا وعضو مجلس رئاسة الجمهورية عقب قيام الوحدة اليمنية وأشهد الإصلاح في بان نشره رئيس الحزب محمد عبد الله اليدومي أشهد بمناقب الفقد الزنداني ومشواره النضالي في العديد من الميادين والمجالات ومنها قطاع التعليم والدعوة والإرشاد ومحاربة المعتقدات الخاطئة للإمامة وسعيه لحل النزاعات وقضايا الثار وقال إن اليمن خسر برحيل الشيخ عبد المجيد الزنداني شخصية سياسية وتربوية واجتماعية وقائدا وطنيا كبيرا عرفه الشعب اليمني إلى جانبه حاملا لقضاياه ومدافعا عن مكتسباته وحقوقه وأضاف أن الأدوار الوطنية للشيخ الراحل كثيرة ويصعب حصرها إذ أن إذ نذر نفسه والجهده وطاقته للحياة العامة وكان له باع طويل في العمل من أجل الناس من خدال المشاركة في الحياة السياسية وأشار إلى أن الشيخ الزنداني كان هدفا رئيسيا للميليشيا الحوثية التي انقلبت على الدولة في 2014 وكان منزله من أول المنازل التي اقتحمتها عند اجتياح العاصمة الصنعاء ومعها جامعة الإيمان التي أسسها وترأسها وإلى تعز حيث سشد مدني جرى انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثية ومدرية حيفان جنوبي المحافظة وتبقى لمصادر محلية فإن لغما أرضيا انفجر بالمواطن زكريا شرف الحكيمي في منطقة جبل حليس بعزلة الحكوم ما تسبب باستشهاده على الفوض وزرعت ميليشيا الحوثي أكثر من مليوني لغم أرضيا في عدة محافظات أدت حوادثها إلى استشهاد وإصابة ألاف المدنيين في مأساة مستمرة منذ بدء الحرب قبل عشر سنوات قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن 28 طفلا يمنيا قتلوا وأصيبوا خلال العام الجري نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وأضافت المنظمة في بان على منصة إكسا أن التقارير أفادت بمقتل طفل في مأرب وإصابة أربعة آخرين في الحديدة والضالع الأسبوع الماضي بسبب ذخائر متفجرة وأكدت المنظمة الدولية أن هذه الحوادث ترفع حصيلة الضحايا الأطفال نتيجة انفجار الألغام هذا العام باليمن إلى 28 طفلا وأشددت على ضرورة معالجة أزمة الألغام الحوثية مشيرة إلى أن الأطفال يستحقون مستقبلا أكثر أمانا يعيش المسنى صالح مهيوب ظروفا مأساوية في مخيم سويدا في ظل معاناة يعيشها على مدى تسعة أعوام نتيجة تعرضه للإصابة قرب منزله في وادي حريب مأرب جراء قصف ميليشيا الحوثي يقضي الحاج صالح مهيوب وقته عصرية كل نهار في تجاذب أطراف الحديث مع جيرانه وأقرانه جوار المسجد المؤقت بمخيم السويدا وعند انتهاء السوالف اليومية يمضي إلى منزله المؤقت بخطا أثقلها ألم الإصابة وجور النزوح المتكرر على مدى تسعة أعوام والله نزحنا يا طول العمر أول مرة من حريب إلى صلب والمرهب الثاني نزحنا للخانك والمرهب الثاني نزحنا للجدعان قصبة خرجنا من هناك أصيب صالح بالقرب من منزله في وادي حريب بمقذوف حوثي أثناء اجتياح الميليشيا لمنطقته في العام 2017 ولم يشف من إصابته التي ترافقه في جميع محطات النزوح المستمر باستمرار حرب عصابة الحوت الإرهابية على اليمنيين استقر صالح مهيوب في مخيم السويداء غرب مدينة مأرب الذي يؤوي ألفي أسرة نازحة من جميع محافظات الجمهورية يعيشون ظروفا قاسية نتيجة ضعف المأوى أمام تقلبات الأجواء وندرة التدخلات الإنسانية من المنظمات إضافة إلى الأعباء الاقتصادية التي تزداد كلفتها مع تدهور العملة الوطنية وغياب الحلول بين الشمس والنوت في السحرة بين الشمس والنوت أثبت حالتنا هكذا ولا بالله على ربك المتال يأخرب علينا الخيام والشبيك سمعت وحرارة في النهار وتعب خل الأمر الله سمعت ولا بالله لطف الله والكهرب على حياني قطع علينا والمشروع يقطع وحالتنا على ربك تعيش هذه الأسرة ومثيلاتها حياة صعبة نتيجة استمرار الحرب الحوثية التي تلاحق النازحين إلى أماكن نزوحهم فكل معركة تشنها ميليشي الحوث الإرهابية على اليمنيين تفرض واقعا جغرافيا جديدا محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب أقر قيادي بارز في ميليشي الحوث الإرهابية بمقتل الكثير من الملتحقين بالمراكز الصيفية التي تنفذها الميليشي للتغريبهم ودفعهم إلى جبهة الموت وقال القيادي الحوثي قاسم الحمران في تدوينة الله على منصة إكس متباهيا بالزج بالأطفال في جبهات القتال إن معظم رواد المراكز الصيفية في عداد الشهداء ولولاهم لكان اليمن مرتعا للدعارة والتكفير والتفجير ويأتي اعتراف القيادي الحوثي بدفعهم الأطفال الملتحقين في المراكز الصيفية إلى جبهة الموت تزامنا مع تدشين الميليشي المراكز الصيفية وسط تحذيرات واسعة للأهالي من عدم الزج بأبنائهم في تلك المراكز وتقوم ميليشي الحوثي بتلقين الأطفال والمراهقين الملتحقين بمراكزها الصيفية أفكارا إيرانية ضالة ومنحرفة تحرض على الكراهية والعنف ثم تزج بهم في جبهة القتال اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ميليشي الحوثي الإرهابية بالمماطلة في تسهيل دفع مرتبات الموظفين بالمناطق الخضعة لسيطرتها جاء ذلك خلال لقاء الجمع العليمي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا سيفن باين لمناقشة مستجدات الوضع في اليمن وتطورات الإقليمية والدولية وسبل تنسيق المواقف المشتركة إزاءها وتطرق اللقاء إلى تداعيات انتهاكات الميليشي الإرهابية لحقوق الإنسان وتقويضها المستمر لفرص السلام بما في ذلك مماطلتها بتسهيل دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخضعة لها بالقوة الغاشمة والسمرار تصعيدها في مختلف الجبهات وحصار تعز وتحشيد الأطفال إلى معسكرات طائفية وجدد العليم التأكيد على أولوية دعم الحكومة وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية للوفاء بالتزاماتها الحتمية مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية نددت الحكومة بتعمد ميليشي الحوث الإرهابية إغراق البلاد بالمبيدات المحضورة والقاتلة ووصفت ذلك بأنه جرائم قتل عمد وممنهج تمارسها الميليشيا ضد اليمنيين وقال وزير الإعلام عمر الإيراني إن فضيحة المبيدات الزراعية وانتهية الصلاحية والمحضورة دوليا التي تدخلها ميليشي الحوثي جريمة النكرى تندرج ضمن أعمال القتل المتعمد والممنهج الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة وأضاف الإيرياني في تدوينة على منصة إكس إن الوثائق المتداولة تؤكد تعمد ميليشي الحوثي إدخل أكثر من تسعين صنفا من المبيدات المسمومة والمسرطنئة إلى اليمن ما تسبب في زيادة أعداد المصابين بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة إضافة إلى تأثيراتها الكارثية على البيئة والتربة والثروة الحيوانية والمياه الجوفية وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإدانة جريمة إغراق ميليشي الحوثي لليمن بالسموم القاتلة والتي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية حدد نادي قضاة اليمن التابعة لميليشي الحوثي بصنعاء مهلة أسبوع واحد لإطلاق صراح القضي عبدالوهاب قطران والمختطف في سجون البيليشيا منذ مطلع يناير الماضي واتهم بيان للنادي جهاز المخابرات الحوثية بارتكاب سلسلة من الجرائم ضد قطران تشمل جريمة انتهاك حرمة مسكنه بقوة سلاح وجريمة تقييد حريته وجريمة استعمال نفوذا وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية كما اتهم النادي مجلس القضاء الأعلى تابع للميليشيا بخضوعه لجهاز المخابرات الحوثية وأنه أداة بيده دعيان قذت الميليشيا لإطلاق صراح قطران خلال أسبوع من تاريخ البيان اتهم محمد نجل القاضي المختطف لدى ميليشيا الحوثي عبداللهب قطران اتهم زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي بالوقوف وراء اختطاف والده وإخفائه منذ أربعة أشهر وأضاف محمد قطران في تصريح نقله البرلماني تابع للميليشيا أحمد سيف حاشد أن كل ما فعله جهاز الأمن والمخابرات الحوثي كان بأمر من زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي وأشار إلى أن قيادات الميليشيا والذين نفوا توجيه زعيم الميليشيا أو علمه باختطاف قطران كانوا كاذبين ومخادعين ونبقى في صنعاء حيث أفادت مصادر طبية عن اختطاف ميليشيا الحوثي ثمانية عشر من موظفين مستشفى الجمهوري في ظل انتهاكات واسعة تمارسها بحق المواطنين والموظفين الحكوميين وبحسب المصادر فقد اختطفت الميليشيا الحوثي الموظفين بناء على وشاية من مشرفين لهذا في المستشفى ونقلتهم إلى أقبية الأمن السياسي وزعمت الميليشيا أن الموظفين الثمانية عشر الذين اختطفتهم يتقاضون أموالا من المرضى ومرتادية المستشفى في الوقت الذي تصادر فيه مرتبات الطواقم الطبية والحوافز المالية التي يتحصلون عليها من قبل المنظمات الصحية الدولية العاملة في البلاد في ظل انتهاكاتها المستمر اقتحم قيادنا في ميليشيا الحوثي قاعة الاختبارات بكلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار ومنع عددا من الطلاب من إجراء الامتحانات وقام بطردهم منها وبحسب مصادر أكاديمية فقد اقتحم القياد حسن البداي الذي يعمل فيما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي وقام بالتهجم على الطلاب في قاعة الاختبارات وطرد عددا من الطلاب وأخرجهم بحجة عدم تسديد الرسوم وأوضحت المصادر أن القياد الحوثي وجه بمنع دخول الطلاب قاعة الاختبارات وحرمانهم من الامتحانات إلا بعد دفع الرسوم كاملة دون مراعاة لعدم تمكنهم من الدفع بسبب الميليشيا للرواتب منذ سنوات دش ناتاليون في مدينة تاعز حملة الرش الضبابي لمكفحة حم الضنك في مدريات المظفر والقاهرة وصالة في إطالي الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الأوبئة والحميات وخلال الحملة والتي دشنها محافظة تاعز نبيل شمسان قالت وكيلة المحافظة للشؤون الصحية دكتورة إيلان عبدالحق إن الحملة تستهدف مكافحة حم الضنك داعية صندوق النظافة والتحصين والأشغال والمياه للقيام بدورهم وعمل جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية لتجنيب المدينة انتشار الأوبئة والحميات ومن جهته قال مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم الصبري إن الحملة تهدف لمكافحة البعوض الناقل للحميات للتقليل من انتشار الوباء وحم الضنك بعد أن بلغت الحالات المشتبه إصابتها بحم الضنك والمؤكدة سبعمائة وخمسة عشرة حالة وأضف أن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة عشر فرق لتغطية كل الأحياء والمناطق في إطار المديريات الثلاث للمدينة وفي تعز أيضا حيث سلمت السلطة المحلية في المحافظة وقيادة المحور العسكري صباح اليوم وقع كلية الطب والعلوم الصحية ومركز الأورام السرطانية بعد إخلائها يأتي ذلك تمهيدا لتسليمها للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشركة المنفذة للمشروع خلال الأيام القادمة من أجل استكمال العمل فيها وخلال التسليم والاستلام أشهد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي البخلافي بجهود البرنامج السعودي مشهدا بهذه المشاريع المستدمة لمحافظة تعز في ظل الحرب والحصار المفروض على المحافظة من قبل بيليشي الحوثي في الشأن الفلسطيني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مجازر في حق المواطنين ما أسفر عن استشهاد وإصابة 158 مواطنا خلال 24 ساعة وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 ساعة الماضية 54 شهيدا و104 إصابات وبكرت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34 150 شهيدا و77 84 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع البدني الوصول إليهم كما دعت ذوي شهداء ومفقودين عدوان إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني استفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة أعلن المكتب الإعلاني الحكومي في قطاع غزة أن مصير نحو الفيف فلسطيني كانوا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس عند اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي في فبراير ما يزال مجهولا وقال رئيس المكتب سلامة معروفة في بيانات التواقم الحكومية تواصل لليوم الرابع انتشار الشهداء من المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس وأضف معروف أنه جار اليوم انتشار جثامين 73 شهيدا ليصل العدد الإجمالي للجثامين التي تم انتشارها منذ الجمع الماضية إلى 283 شهيدا مشيرا إلى أنه تم التعرف وتحدد هوية جثامين 42 شهيدا فيما لم يتم التعرف على البقية وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت إخفاء الجثامين ودفنها عميقا في الرمال وإلقاء النفايات عليها مضيفا أن هناك بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضا لجرحة فيما تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم لا يشير إلى إعدامها بدم بارد طالب معروف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مجمع ناصر وأيضا في مجمع شفاء طبي بمدينة غزة تعاني العائلة الفلسطينية العائلة إلى خان يونس من شحة المياه سواء الصالحة للشرب أو حتى مياه النظافة المزيد في هذا التقرير كيف حالك؟ مون جاي من المياه هذه؟ مون جاي من المياه هذه؟ بعد عضو ما هوضع المياه هذه؟ غلب نتغلض نتحظ المفبح ما ولا نفحة المياه غلب ما يمن المياه؟ غلب ما لا نفحة المياه أنا موجودة رجعت من رفح لبرد لألدي عند دارنا في خانيونس كيف نوضع المياه؟ والله صعب زي ما انتوا شايفين ينفيب المياه من فوق من تقريبا نمشي كيلو وصعبه على اخر يعني نتمنى انه يكون في حدا انه هيك تقربونا المياه يدخوا المياه البلدية يعني احنا اتعبنا يعني رفح غريبين غريبين البلاد يا عمي رجعنا لكرامتنا بس قد ما بنقدر بدنا تحاولوا معانا تجيبوا المياه يكون قريبة علينا رايحونا يا عم الله يريحكم احنا رجعنا على بارد من خانيونس ونعزب بشيلو المياه تتغلب ومتعب مياه؟ تتغلب من عب مياه كثير تمشي؟ كثير كل يوم تمشي لمسافه هذي؟ اه بس عب مياه تعاني العائلات التي عادت الى مدينة خانيونس بعد انسحاب الاحتلال السريلي منها من شح كبير في توفر المياه سواء الصالح على الشرم او مياه النظافة تطالب هذه العائلات وتناشد الجهات الرسمية بدرورة توفير المياه لها من اجل تدعمها في الحياة وتستمر في هذه الحياة في دل هذا العدوان المستمر على غزة محمد سليمان يمن شباب غزة فلسطين افادت منظمة الصحة العالمية ان مستشفى كمال عدوان لم يصله الوقود والامدادات الطبية المفترضة ان تصله للمرة الثانية خلال اسبوع واشددت المنظمة على وجوب ضمار دخول المساعدات الانسانية والبعثات الى قطاع غزة بشكل اعمل ومستدام وسلس واكدت انها لم تتمكن من اكمل مهمتها بمستشفى كمال عدوان بسبب فترة تفتيش طويلة مئات المجازر والالاف من جرائم الحرب والفضائع النازية ارتكبتها اسرائيل على مدى مئتين يوما في غزة دمر خلالها الاحتدال الصيوني كل شيء بما فيه المبادئ الكاذبة والقوانين المكتوبة بدماء الابرياء وبات العلم بأسره يعرف مدى قبح ووضاعة ما يسمى بالمجتمع الدولي وقوانينه لسنوات طويلة وطويلة جدا صنعت امريكا عالما خاصا بها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية عالم مختلف عن العالم الذي نعيشه كل شيء يدور حوله ولأجله او هكذا ارادت وفعلت اختلقت القوانين وطبقتها صنعت الدمى ولعبت بها وجعلت الاسود ابيضا والابيض اسودا لأكثر من نصف قرن من الزمان ترعرعت اسرائيل ككيان محتل في حضن امريكا والنظام العالمي تغذت على دماء الفلسطينيين ثم كبرت حتى ظنت انها وصلت السماء قبل ان تجد نفسها في سابع ارض صبيحة السابع من اكتوبر حيث طوفان الاقصى الشهير وكما يفعل الطفل المهزوم المأزوم ركضت اسرائيل الى حضن امها وابيها واستقبلت بالاحضان والطبطبة في كل حروبها ضد غزته استخدمت اسرائيل اسلحة امريكا وصواريخ وذخائر الغرب الذي يدعي انه صانع المنظومة الحقوقية الانسانية فيما الحقيقة ان امريكا والنظام الدولي هم اول من خاط كفن الانسانية من حروب البوسنة مرورا بحرب افغانستان واحتلال العراق وصولا الى العدوان الاخير على غزة يضخم الغرب كل جريمة خارج حدود نظلته الاسرية الدولية فيما يتساهل مع فضائع وجرائم حرب لا يحتملها عقل او ضمير بل ويتماهى معها ويدعم فاعلها بجرأة فاضحة يصف حوادث بسيطة بالارهاب فيما يعتبر ما تمارسه اسرائيل دفاع عن النفس مئات المجازر والاف من جرائم الحرب والفضائع النازية ارتكبتها اسرائيل على مدى مئة يوما في غزة وقف امامها النظام العالمي مصفقا لبشاعة القاتل مستهترا بأوجاع ضحايا دون ادراك ان كل جريمة وكل قطرة دم اختلطت بتراب غزة لطخت وجه العالم الخاص بامريكا واخواتها بالخزي والعار دمرت اسرائيل كل شيء في غزة لكنها دمرت ايضا الهيلمان الزائفة والمبادئ الكاذبة والقوانين المكتوبة بدماء الابرياء وبات العالم باسرح يعرف مدى قبحة ووضاعة ما يسمى بالمجتمع الدولي وقوانينه وان سألت لماذا يحمي الغرب وامريكا اسرائيل فالاجابة واضحة كما الشمس الاجرام ملة واحدة في الاراضي المحتلة اصيب ثلاثة مستوطنين بجروح اثر عملية دهسا في موقعين منفصلين غربي القدس واقرت وسائل اعلام صهيونية ان ثلاثة مستوطنين اصيبوا بجروح في عملية دهسا في موقعين مؤكدة ان المنفذين انسحبا في حين عثر على بندقية في احد الموقعين وبينت ان العملية وقعت في الحي الاستيطاني المسمى روميمة ويقع غربي مدينة القدس قرب المحطة المركزية للحافلات واعلنت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين انها اعتقلت شخصين زعمت انهما نفذ عملية الدهس هذا واعلن النادي الاسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي خمسة وعشرين فلسطينيا على الاقل من الضفة بينهم معتقلون سابقون وقال النادي في بان الله ان عمليات الاعتقال تركزت في مدينتي نابلس وجنين فيما توزعت بقية الاعتقالات على مدن بيت لحم والخليل وطوباس وكالكيليا والقدس رفقتها عمليات تنكيل واسعة واوضح انه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من اكتوبر الماضي الى اكثر من ثمانية الاف واربعمائة وخمسة وعشرين معتقلا في السجون الصهيونية ختم النشرة وهذا تذكير بابرز العنوين وفاة الشيخ العلامة عبد المجيد بن عزيز الزنداني من عمر ناهز 82 عاما في مدينة صنبول بتركيا اعتراف حوثي بمقتل الكثير من الملتحقين بالمراكز الصيفية بعد التغرير بهم والعلم يتهم الميليشيا بالمماطلة في تسهيل دفع المرتبات استشهاد واصابة 158 فلسطينيا في ست مجازر اسرائيلية خلال 24 ساعة اذا كان هذا كل ما لدينا في نشرة التاسعة نشكركم على طيب المتابعة في رعاية تبقى الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة